برج القوس. انت الان في عدد منكم مش في بلده. في عدد منكم عم يشتغل او مسافر. مبين عندي السفر كتير. في عندي روحة ورجعة وروحة ورجعة. في فرصة للسفر كبيرة. اما للوطن او عم بتكون سفرت مع الحبيب. في سفرة في الافق حلوة. قبل فترة كان قلبك كتير مكسور من اكتر من شخص. وكنت تعبان. يعني اللي هو كنت عاطفيا مشاعرك كانت كتير سلبية. وانطعمت كتير من اشخاص قريبين. يعني اعطيتهم الثقة. وهم لا يستحقوا اي نوع من الثقة. استغلوا الاسرار اللي انت يعني اه امنتهم عليها. كانوا عم بيحكوا هاي الاسرار او عم بيطلعوها خلال الفترة الماضية. ما كانوا عم يتعاملوا معاك بطيبة قلبك بالمثل. بالحكس كانوا عم يكونوا غدارين معاك وعم يستغلوا الاسرار لضدك انت. اشياء انت حكيت لهم اياها. هم طبعا نشروها في كل خلينا نحكي في المحيط. وهذا الشيء اثر عليك سابقا بخيبة امل. عم بشوفك حبيبي في الفترة الجاي في موقع حلو. وكأنه عم. وكأنه عم تستقبل شخص جديد في حياتك. تستقبل. في عندي حياة جديدة في تغير في نمط العلاقات من حولك او نمط حياتك انت رح يتغير للافضل. كنت ملان كتير الفترة الماضية ما كان في تغيرات. لا هلأ اجه بقت التغيرات. عم بشوف اشياء كتير حلوة وتغيرات كتير حلوة. عم بشوف في فرصة للعمل خارج الوطن. رح يكون دخلها كبير. هاي الفترة مش الفترة الجاي. ان شاء الله. في على صعيد الدراسة رح يكون في تنافس كبير على موضوع في الدراسة. ويكون مش عارف دراسات عليا يمكن. لانه مبين عندي في في نجاح كبير في هذا المجال. اذا اذا كنت تدرس عم تدرس. بحفزك انه تدرس اكتر هاي الفترة. لانه النجاح حليفك على قد ما تعبت. على قد ما حتجيب في هاي المرحلة الدراسية اللي انت فيها. على صعيد الصحة الحمد لله. الامور تمام كلها. باستثناء انه عم من فترة لفترة عم تفكر وتعب حالك بالتفكير على الفاضي. التفكير السلبي ما بيجيب لك الا سلبيات. ما الو اي فايدة اخرى الا هاي فايدة ازا اعتبرناها فايدة. فنحاول نتخلص من اي تفكير سلبي. ونروح للاشخاص الايجابيين. ونحاول انه مش نستغل طاقتهم. نحاول انه نكون مثلهم في الطاقة. في عندي ميزان عدل. في شخص ظلمك كتير في الفترة الماضية. وكنت عم تستنى يعني العدالة انها تاخد مجراها لفترة طويلة. ما اخدت مجراها لكن في هاي الفترة انت رح يعني يكون في عدالة في الموضوع. وهذا الشخص رح يكون متل ما عمل لك رح ينعمله. في كارما في الموضوع كتير في هذا الشهر. هذا الشخص رح ياخد جزاؤه هاي الفترة على عينك. انت حتشوف هذا الشخص. بس طبعا ما بحكي لك انه تشمت فيه ولا شي. لكن هذا اللي مبين عندي انه انت رح تشوف خسارة عند هذا الشخص. وهذا الشي عم يشفي لك شوي جروحاتك. لانه غدر فيك اكتر من مرة لهذا الشخص. في عنده مبين رجوع لشخص قديم. شخص قوي شخصيته قوية. مش كبير بالعمر. كبير بالعمر او عنده رزانة معينة عنده ثقل عنده شأن يعني شأنه كبير بالمجتمع. هذا الشخص اللي انت على علاقة كنت معه في السابق في رجوع. في رجوع حلو. وبين عندي انه في رجوع مستمر يعني رح تتطور العلاقة بناتكم ان شاء الله. اذا كان هذا الشخص اللي انت تركته. بحاول اعرف من اي طاقة ممكن يكون طاقة نارية. ممكن يكون طاقة طرابية. اه اذا بتوقع رجوع بنسبة اه كبيرة. لكن رح يحاول انه يفرض عليك شروط او امور انت ما تعجبك. اه هذا اللي مش حلو في الموضوع. انا بنصحك انه ابدا ما اه اه اتخلي حدا يمشيك على مزاجه او على اه اه هوائياته. اه وقت ما بدو اياك بقولك اه يلا وقت ما بدو يروح. لا اه بكتير بنصحك بانه تكون حاسم كتير مع هذا اه الشخص. اه عم يشعر هو وكأنه انت علمته دارس او اه كنت كتير شديد اه معه خلال الفترة الماضية. لذلك هو راجع وهو اه يعني متوتر من ناحيتك. يعني بقول خايف. خايف من ردة اه فعلك اه ناحيته وكأنه عمل لك شغلة اه زعلتك شغلة كبيرة اه زعلتك وانت عرفتها لهاي الشغلة. فاذا في رجوع لهذا اه الشخص. اه في في عندي ظهور لامرأة بتوقع من اه الابراج النارية برضو. يمكن حمل. اه هاي هاي المرأة عم بتكون عم بتساعدكم اه اه اذن ظهورها بالفترة الجاي او الفترة هاي الشهر الاسئل الاربع اسابيع اللي عم نحكي عنهم. حتكون اه صديقة صدوقة بالنسبة لكم او صديق صدوق بالنسبة للشاب. عم ظهورها في حياتكم عم بي اه عم بساعدكم بموضوع من اه مواضيع. اذا قراءة حلوة كتير لبرج اه القوس. اه على صعيد العمل عندهم اه اه تغيير في المسؤولين. اه المسؤول المباشر او غير المباشر راح يكون في اه تغييرات في اللي عندهم اياها بالشغل لكن هم ما راح يعني يتأثروا في هذا اه الموضوع. راح يكون الموضوع عندهم عادي ما يعني ما حد فرق معاهم اه كتير. لكن حبيت احكيها لانها بيانت عندي. اذا انتصار او اخبار حلوة لبرج اه القوس. بعد تعب اذا في رجوع رجوع حلو. اه شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة